خوف شديد وذعر يربك النظام التركي المضطرب أصلاً، فمع اقتراب الانتخابات العامة والرئاسية في البلاد المقررة صيف العام المقبل، والتي تظهر أغلب استطلاعات الرأي فيها تراجعاً كبيراً في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما ينذر بخسارته لتلك الانتخابات. يدرس رئيس النظام رجب أردوغان كافة الخيارات البديلة للبقاء في منصبه وفقاً لما كشفته صحيفة أحوال التركية. الصحيفة أشارت إلى أن أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002 لا يهمه حالياً سوى البقاء في المنصب مهما كلف الأمر، مضيفة أنه يدرس حالياً جميع الخطط والطرائق البديلة من أجل ذلك. متجاهلاً حقيقة أن الاقتصاد في البلاد يمر بأزمة حدة. كما أكدت الصحيفة أنه من الناحية الواقعية والعملية، فإن أردوغان غير قادر على إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح قبل الانتخابات. نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذها في المجال الاقتصادي والتي وصفتها بالكارثية، كالإصرار على خفض معدل الفائدة رغم معارضة الاقتصاديين. وفي السياق حذرت الأوساط المعارضة وعلى رأسها حزب الشعوب الديمقراطي من أن أردوغان قد يلجأ إلى افتعال الفوضى في عموم البلاد مرة أخرى للفوز بالانتخابات. كما فعل عندما خسر حزبه الغلبية في البرلمان عام 2015، محضرة أيضاً من محاولة تكرار تجربة الإنقلاب المزعوم صيفة 2016 لصرف الأنظار عن نتائج الانتخابات. وعادات اقتصادية من هذه الدول حتى الآن. ويشهد الوضع الاقتصادي في تركيا تدهوراً ملحوظاً حيث انخفضت قيمة الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي. وسجل التضخم في البلاد أعلى مستوى له في 24 عاماً متجاوزاً 80% في تشرين الأول أكتوبر الفائت.